ذكر المصنف رحمه الله تعالى من محدثات العوام في هذه الأشهر الثلاثة رجب وشعبان ورمضان الإقبال على الطاعة فيها أكثر من غيرها والشهر الذي مدح فيه الإقبال على الطاعة والإكتار منها هو رمضان فالمشروع للإنسان هو إكتاره من الطاعة في رمضان وفي العشر الأوائل من شهر الحجة فإن هذين الوقتين مما جاء الشرع بتعظيم العمل فيه وما عدا ذلك فالشهور فيه سواء والمتكلمون في هذه المسألة لا يفرقون بين ماخذين اثنين أحدهما إقاع العبادة والثاني الاجتهاد فيها فتجد أن من الوعاض من يلوم الناس ويعنفهم على قلة التعبد بعد شهر رمضان وما كان من هذا الجنس فهو الملوم فيه لأن الشرع جاء بتعظيم الاجتهاد بالعبادة والنبي صلى الله عليه وسلم كانت حاله في رمضان من الاجتهاد ليست كحاله في غير السنة وإنما اللوم على ترك إيقاع العبادة وأما أن يقول الإنسان في وعضه قد كنت تختم القرآن في رمضان مرات عديدة وها أنت لا تختمه إلا في الشهر مرة فإن العيب بمثل هذا ليس بعيب لأن الاجتهاد في العبادة في رمضان لا يكون له كما لغيره من الشهور فمن أراد أن ينصح الناس ينصحهم إذا تركوا العبادة وعطلوها فيلومهم على ترك إيقاع العبادة وأما تركوا الاجتهاد فيها فإن النفوس لها إقبال وإدبار وهي تقبل مع شرف الزمان وتقوى على العبادة ترجمة نانسي قنقر